وفي ذات الإطار وحفل تسليم وتسلم المهام بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي بين الوزير السابق والوزير الجديد وسط حضور عدد كبير من عمال وإداري وزارة التخطيط حليم السعدي ياقوب بعد مودي 48 ساء من تأديل هكومة باهمي باتاكي ألبير جاءت هذه المناسبة بهدف تسليم المهام الوزارية بين وزيرة الاقتصاد والتخطيط التنموي السابقة مريم مهم النور والوزير الجديد نيغاتو يانباي وذلك بهضور الوزير الأمين العام للهكومة المكلف بالألاقات مع مؤسسات الدولة أبد الله صابر فضل الوزيرة السابقة مريم مهم النور في كلمتها بهذه المناسبة أشارت إلى الإنجازات التي حققتها خلال فترة أملها في رأس الوزارة والتي استمرت لمدة ثلاثة سنوات المتمثلة في توقيع الاتفاقيات الخاصة بتمويل المشاريع الإنمائية بين الهكومة وشركاء التنمية كما طلبت من الإداريين وأمال الوزارة الوقوف بجانب الوزير الجديد من أجل المضيء قدما وبلوغ الأهداف الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بهلول العام 2030 وزير الإختصاط والتخطيط التنموي نيغاتو يانباي من ناهيته شكر رئيس الجمهورية جريز ديبي إتنو ورئيس الوزراء على الثقة التي أولوه إياه مؤكدا في الوقت نفسي بزل المزيد من الأمل من أجل المشاركة في تأزيز الاستراتيجية الوطنية لتخليل الفخر والخطة الوطنية للتنمية أبرى البرنامج الهادف وهجد الموارد المالية للأزمة ونشير بأن هكومة الخامس من فبرائر تدم 28 وزيرا وأشر أمانا دولة